وشوف أزمة السياسة عموماً هذا موضوع اللي نقدرون لنقشوف البعد دياله الكوني الدولي أزمة السياسة في العالم أزمة الأحزاب السياسية في العالم أزمة الديمقراطية في العالم لكن شوف أنا بالنسبة لي بالنسبة لي البلادي الآن في المملكة المغربية عندي وضع اقتصادي وعندي وضع اجتماعي يحتاج إلى إجابات عاجلة وسريعة الذي وقع أنا ما كان قللش من قيمة السياسية أنا بالعكس أنا رجل سياسة أنا خرجت من صنادق الاقتراع التدرج في الحزب السياسي ديالي وأؤمنوا بأهمية السياسة وأؤمنوا بأهمية تدبير السياسي للشأ العام لأن السياسي هو اللي عنده الترموميتر هو اللي يعرف درجة الحرارة وتيقيسها وعنده تواصل مع القواعد وتيعرف الإشكالات وتيستوعب الحجم ديال القرارات دياله ومنين كيأخذها وبالتالي يتحمل تبعات دياله في المستقبل هذه الحكومة جاءت في واحد الجو اللي كان فيه السقف ديال الانتظارات مرتفع جدا لأنه بالفعل دستور ديال 2011 أرفع من الحجم ديال ديال انتظارات ديال المواطنين لكن على الحصيلة على المستوى الاجتماعي والاقتصادي ما كناش متوفقين بشكل اللي كان خصنا نتوفق فيه والدليل هو أنه بالرغم من المجهود اللي تعمل على المستوى الاقتصادي بقيت بلادنا على المستوى الاجتماعي عندها على المستوى الاجتماعي عندها مجموعة من الميل فات المتأخرة منها تغطية صحية منها إصلاح المنظومة الصحية منها الإشكالات المرتبطة بالشغل منها الإشكالات المرتبطة بالسكن منها الإشكالات المرتبطة بالتعليم العالي منها المشكلة ديال المدرسة العمومية اليوم اللي احنا اليوم كان نقشوفها بالتالي كان هناك تراكم كبير جدا هذه الحكومة كانت مطالبة في ضرف خمس سنوات أنا كنجوب إرتون كبير نفس الخطاب لا مش نفس الخطاب هذه الوقائع هذه الأرقام خود المندوبية ديالتخطيط وشوف بلادنا على المستوى شوف تقارير ديالها في السنوات الأخيرة غايتقال كوفيد أنا كانت تفهم الكوفيد غايتقال تأخر الأمطار أنا كانت تفهم لكن بلادنا مع دستور 2011 ومع ذلك ما يمكن أن نطلق عليه بين معقوفتين يعني التحولات السياسية اللي وقعت في بلادنا كان المفروض أنه تكون نتائج على المستوى الاقتصادي الاجتماعي للأسفة شي ما كانش وهذا هو اللي يعطينا اليوم مشكلات من هذا الحجم أنا أقدر الدور ديال السياسة كنا في الحكومتين وكنا نشرفه على قطاعات أنا مستعد نتحسب فيهم هذه القطاعات من 2011 ومستعد نتحسب من التنوب الديمقراطية من 99 ونتحسب ما عنديش مشكل بين هذ الملفات اللي اشتغلنا عليها لكن الملف الاجتماعي في بلدنا عرف تأخورا كبيرا هذا معناه بأن هذه الحكومة مطالبة أنها تشتغل بقوة منيك توجد الحكومة ورش ديالتغطية الصحية في سنتين منيك تعمل اتفاق مع المهنيين ديالقطاع ديال الصحة وترفع من الميزانية ديال الصحة من حوالي 20 مليار درهم هذه سنتين الـ 31 مليار درهم منين نجيبون قوانين ستال اللي هي تورية في مجال ديال الصحة المجموعة الترابية الصحية قانون الوظيفة الصحية منين نحقوا كل هذه المكتسبات الكبيرة اليوم ونشوفوا كيفاش اليوم الدولة كتأخذ عشرة ديال المليار ديال الدرهم من الميزانية العامة باش تعطيها لنزل الرماد تخلص عليهم المساهمة ديالهم في الأساس هذا يؤكد مرة أخرى بأن هذه الحكومة تشتغلوا بنفسين اجتماعي الذي كان خاصي تعمل هو أنه بالفعل كان يجب أن نكتفى من التواصل في هذه السنتين الماضيتين خاصة على المستوى السياسي الحكومة التقطت هذه الرسالة سوف تشتغل عليه وسوف نحاول أن نكتفى من التواصل السياسي لكي على الأقل يفهم المغاربة ما نقوم به لكن منين نقدم لك الحاصلة ديال الحكومة في ظرف السنتين اسمح لي فهذه حاصلة كبيرة لا تريد أن نبخص ما قامت به الحكومة السابقة لكن لا قياس مع وجود الفريق